أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الإمام الحسين نقرأ في زيارته هو وارث الأنبياء جميعا السلام عليك يا وارثة آدم صفي الله السلام عليك يا وارثة نوح نبي الله السلام عليك يا وارثة إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارثة موسى كليم الله السلام عليك يا وارثة عيسى روح الله السلام عليك يا وارثة محمد حبيب الله هو وارث جميع الأنبياء الراية التي حملها هي راية الأنبياء وكان يدعو إلى ما دعا إليه النبيون من آدم إلى الخاتم وتحمل جميع المصائب التي تحملها الأنبياء أيضا ربنا يعطي المقامات ويعطي أكثر مما يستحق المرء لكن الإمام الحسين فعل ما لم يفعله أحد بعض الأنبياء هددوا واستطاعوا أن يخرجوا من مدينتهم وسلموا بعض الأنبياء ضربوا بعض الأنبياء قتلوا الإمام الحسين تحمل كل ما تحمله جميع الأنبياء يعني مثلا النبي هجر من مك وكان مسقط رأسه مكة المكرمة وكان حينما يخرج يبكي ودموعه جاري على خديه ويقول يا مكة والله إني أحبك والإمام الحسين أيضا هاجر من مدينة جده هجر رادوا أن يقتلوه هجر من مكة لأن يزيد أرسل مجموعة لقتل الحسين وإن كان متعلقا لأستار الكعب تحمل كل ما تحمله الأنبياء جميعا ولذلك ورثهم أيضا الإمام الحسين تحمل مقتل الأصحاب والإخوة والأولاد يعني المسيحيون يرفعون من شأن عيسى من مريم يقولون أنه صلب وما قتلوه يقينا فلنفترض أن ما يقولون صحيح هل رأى المسيح مقتل أصحابه؟ هل رأى المسيح مقتل إخوته؟ هل رأى المسيح مقتل أولاده؟ هل رأى المسيح مقتل رضيعه؟ لا ما رأى فمصيبته مصيبة شخص رفعوه على الصلبان إن كان ذلك صحيحا وبنص القرآن شبه لهم لكن الإمام الحسين رأى المصائب كلها بما في ذلك مقتل عبدالله الرضيع ولذلك أعطى الله جبروته للحسين هناك اليوم على وجه الأرض وناس لا يحبون الحسين ومع عدائه لكن من منهم يجرأ أن يرفع صوته ضد الحسين؟ من يستطيع أن يرفع صوته ضد الرضيع الحسين وهو طفل للشهور الستة لا يستطيع أحد الله أعطى جبروتة للحسين وأصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته